المغرب والبرتغال مواجهة نارية بين أقوى دفاع وأقوى هجوم بمونديال قطر أكد مدرب المغرب أن طموحاته وطموحات لعبيه لا حدود لها لكنه سيواجه فريقا فيه الظاهر رونالدو الذي يتمنى جلسه مع البودلاء غير أن الرقراغي لديه لعبون متعطشون للوصول بعيدا خصوصا أشرف حكيمي ابن مادريد الذي يقدره السانتوس وينتظر عشاق كرة القدم خصوصا في العالم العربي وإفريقيا ودول المهجر المواجهة المرتقبة بين المغرب والبرتغال التي تحدث عنها مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس اليوم قائلا أعتقد أنها ستكون مواجهة مميزة بيننا ويسعى منتخب المغربي إلى مواصلة مغامراته التاريخية وإضافة البرتغال التي قد يغيب عنها مجددا النجم المخضرم كريستيانو رونالدو إلى قائمة ضحاياه عندما يلاقيها السبت على ملعب الثمامة في الدوحة في ربع نهاي مونديا القطر 2022 في كرة القدم ترجمة نانسي قنقر